بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبائي في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة النهاردة هتكون استكمال للحلقة السابقة حول مفاهيم خاطئة في الطب يمكن حلقة الأسبوع الماضي كانت نقول لها شكل جديد عرفتنا بأشكال وأنماط وتفكير اعتقادات ناس وغدنا في الطب القرح المعدة بتعدي ممنوع أكل السمك والبضل اللي عنده برد والحاجات دي ياريت نرجع للحلقة اللي ما شافهاش لأن الحلقة كانت بتدي مفاهيم خاطئة لابد أن احنا نصححها في حياتنا علشان ما نتكلمش وما ننصحش إلا بعلم وبتثبت في المعلومة لأن كتير بنمنع ناس من أكل أشياء وبنوصف لناس حاجات نقعد نقول آه لا أنت هتجيبي ولد هتجيبي بنته والكلام ده كله ليس له أصل ولا أساس لا في العلم ولا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم النهاردة هنكمل هذا الموضوع ويمكن وإحنا بنكمله ورد بعض الأسئلة وخصوصا أن أنا بفتقد أن نقول التواصل المباشر معاكم فمتيجي الأسئلة عن طريق القناة أو عن طريق الموقع الرسمي للدكتور أمير صالح أو عن طريق الصفحة الرسمية على الفيسبوك أسئلة النهاردة أنا هقولها في الأول والإجابة هنقولها في الآخر عشان نشوقكم في سؤال جيه عايزين وده يمكن سؤال شائع يقول عايزين وصفة لتفتيح البشرة رخيصة هنا بقى أنه بتقعد تقول لنا زيت جنيل الأمح وزيت مش عارب وكل دي غالية وصفة نفتح بيها البشرة ده نمرة واحد نمرة اتنين وصفة تنعم بيها البشرة في بعض الناس يشتكوا أنه فيه خشونة عندهم في ملمس الجلد وثالث حاجة ودي ناس كتير سألت عنها الحقيقة أن العملوا رجيمه وخسه وعملوا جراحات وخسه يقولوا هل بتتغير الشخصية بعد نقص الوزن ولا لا يعني هل إنسان طبيعته بتختلف لموازنه بيقل ولا بيفضل زي ما هو الإنسان اللي كان الناس عرفاه ولا بيتغير الإجابة هتكون إن شاء الله على الأسئلة دي وصفات لتنعيم البشرة وصفة لتفتيح البشرة وهل فيه علاقة بين إنقاص الوزن وتغير الشخصية دي الإجابات إن شاء الله في نهاية الحلقة أما الآن هنتكلم عن مفاهيم مغلوطة استكمال لما بدأناه بنقول فيه فعلا مفاهيم عندي كثير من الناس قطأ جدا أول مفهوم وهو إن بعض الناس يعتقدوا كسر الأرس أو فتح الكابسولة بيكون أفيد لأجسامهم من إن ياخد الدواء مباشرة عن طريق الفم طبعا اللي نقول شركات الأدوية والأبحاث العلمية والمختبرات اللي أنفقوا ملايين أو عشرات الملايين عشان يطلعوننا أرس هما بيغطوا الأرس دا الحكمة مش بيغطوا بمادة كده وفيه في القلب والكلام دا عند أغلب أنواع المنتجات الدوائية بيغلب بغلاف هما بيبقوا أضينه والكلام دا مش عاملين له بس اللون أزرق وأحمر وأصفر علشان إيه يبقى ألوان يميز الأرس لا دا معمول بحكمة كبيرة جدا علشان تحمي بعض الأماكن في الجسم زي المعدة أهق علشان تخلي الدواء نفسه ياخد وقت علشان يفرز ويمتص ويوصل للدم بعض الناس يقولك لا أنا بأخذ الأرس أدقه واخده بشوية مية يجيب نتيجة بسرعة وبعض الناس يقولك أنا الكابسولة لا أنا بروح فتاحها في شوية مية وشاربها يقول من أكبر الأخطاء كثير من الأدوية أولا مفعولها يفشل إن كثير من الدواء بيبقى محتاج هذه الغلافة ودي الكابسولة كثير منها الأعراض الجانبية بيبقى خطيرة لو تفكت كثير منها الجرعة بيبقى مش مناسبة لو إحنا خدنا نص وربع لازم أنك أقسم الأرس وذلك يمكن شركات الدواء العالمية عملوا شيء من القدم قالوا الأرس اللي ينفع أسمه ويجوز أسمه هم نفسه لازم هيرسموا عليه إما علامة زائد علشان يبقى ده بتقسم ممكن أربع تربع أو علامة ناقص اللي هو لو تقسم نصين الأرس اللي ما بقاش عليه هزي العلامة لا هو نفسه يقولك ده ده اتنين ونص ميلي والتاني خمسة ميلي يعني اشتر إنت الجرعة الأقل اللي بلاش تقسم الكبير إن ما ينفعش أو فتح الكابسولة يقولك لا الكابسولة مغلفة بغلافة لا يمكن فتحها إلا ستؤدي إلى نتائج وخيمة بقتي أول خطأ بيحدث طيب أنا لو عايز أسم أرس أرجع للطبيب والصيدالي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل ليه بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما نفتيش بغير علم أرجع الأرس اللي باخده هل ممكن يا دكتور أخذ نصه لو الدكتور قال لك لا الأرس ده نفعش يتقسم لكن فيه أرس بالجرعة اللي هي نص الجرعة اللي انت بتاخدها ممكن حالتك تسمح لها ماشي لكن لو انت بدأت تشتغل وإحنا يمكن عندنا حتة التجربة يقول لك لا طم أجرب واخد نص ونص كفاية ويمكن هو ده اللي يكفي ويمكن ده اللي يحسني أكتر ويمكن ويمكن لا يبقى هذه المعلومة لابد إن إحنا نصحح هذا المفهوم تاني مفهوم وده يمكن كثير من بيوتنا مبتلابي وهو إن خزينة الدواء يقول لك الأجزخانة أو الصيدالية المنزلية بنضعها في الحمام حتى دلوقتي تتباع مع مراية الحمام يقول لك إيه يديو عليها الهلال وعليها كذا ومصانع البلاستيك تعمل لنا الصيدالية بلاستيك والألوميتال يعملون بشعر في إيه طبعا الكلام ده بنقول من أكبر الأخطاء هو وضع خزينة الدواء في الحمام أولا لأن هتتأثر الأدواب الحرارة الحمام بيبقى درجة حرارته في أغلب الأحيان أعلى من درجة حرارة يعني المسكن لأن المسكن بيبقى فيه شبابيك ومعارضة لكن ده مقفل وعشان البخار والحمام والميات سخنة وحجم الحمام نفسه صغير بيخلي التهوية مش تهوية جيدة علشان الواحد ما يبرادش فمش مخصص لحفظ الدواء نمرة اتنين ارتفاع نسبة الرطوبة في الحمام طبعا المياه والاستخدامها سواء بالاستحمام أو الغسيل أو المياه بيبقى نسبة الرطوبة عالية في الحمام دي قد تؤثر وتفسد الإقراس لازم يبقى اختيار درجة حرارة مناسبة لذلك بقول التخزين الجيد للدواء لابد بقى عندنا ثقافة تخزين الدواء لابد ان يكون اولا في مكان آمن بعيد عن الاطفال ما جيش انا فيه رف قريب جدا ليد الاطفال والاطفال في سن سنتين تلاتة اربعة بقى عندهم حتة حب استطلاع ويظن ان الدواء الله بيضلبا ويظن ان الدواء الله مش ايه كريم اللي لونه وكذا ده اشطة ولا مهلبية يظن ان القرص ده شكراتة وعايز يكلها يظن يظن فاحنا نبعد هذه الادوية عن متناول الاطفال لذلك حتى المعايير الدولية في فتح الزجاجة وضعوا شيء بحيث ما تتفتحش بسهولة للطفل لازم نلاحظ يضغط مع الفتح ليه علشان ما يتأثرش الطفل بهذا ان دي الادوية بالنسبة الاطفال هي سموم محفوظة في البيت قد تضر الطفل في اي لحظة يبقى لازم المكان في مكان مرتفع بعيد عن الاطفال نمرة اتنين بعيد عن الرطوبة ما جيش انا راح اطوتها جنب الحمام بعيد عن الحرارة ما حطوش جنب الوتجاز في المطبخ درجة الحرارة لازم تكون مناسبة وهناك بعض الادوية وبهنا بيقول ننبه بعضنا والكلام هنا عتاب لاخواتي واحبابي من الصيادلة بقول لهم يا ريت وضحوا للمرضى الادوية اللي لازم تحفظ في التلاج في ادوية لازم درجة الحرارة فيها ما تزيدش عن 20 درجة ما جيش انا بقى في درجة حرارة الغرفة اللي هي يعني ممكن توصل في الصف كام واربعين وحتى لو المكايف شغال بيبقى كام اربعة وعشرين لا احنا عايزينها في درجة حرارة اقل من 20 درجة كتير من الادوية لازم اوضح للمريض ان ده لازم يحفظ في التلاج يعني لازم يحفظ في مكان بارد لان ممكن المريض ياخد الدواء ده كتير ان معلومة زي دي ما توصلوش ياخد الدواء يقولك انه لسه تعبان والله جربت الدواء واخدته مجرد ما تشوف الدواء بتاع المريض يقولون انت حافظ الدواء ده فين ما يقولكش بقى في التلاج يقولك لا والله انا شايله عن رف كده طبعا ما ينفعش لذلك لازم مكان في بعض الادوية تتأثر بالضوء لذلك لازم توضع في مكان مظلم وشركات الدواء راح تعملالها زجاجة معتمة من بره لونها غامق مفيش زجاج شفاف نقول ده مهم ليه ان كتير من الناس يقولك انا والله باخد الدواء في الزجاجة العادية وما بيأسرش ليه ان ممكن الدواء يتأثر بالضوء وتتأكسد الادوية الداخلية وما تفيدش الانسان بل في بعض الاحيان نسأل الله العفو والعافية ان ممكن يبقى لها اثر دار على المريض المفهوم الخاطئ التالت وهو سرعة وصف المضادات الحيوية للاطفال والكبار على السواء كتير مننا بيحصل عنده بعض الاتباد بعض الالام بعض اول حاجة تلاقي ناس يعني حتى واحد بيتصل بزميله يعني في اخ مثلا في شركة تجد معتبرينه زميله هو دكتور الشركة مع انه هو خريج مثلا حقوق ومش بعيبش على الحقوق لا هو في المحامة كويس واسكين هو محامي الشركة بسؤلك معلوماته حلوة اوي اوي في الطب اول ما حد يتعب يروح مرافع السماعة استاذ محمد ايو والله بعاني من كذا يقوله بص بص هو اهم حاجة عمدة الادواء كلها المضاد الحيوي هتاخد ضاد حيوي جامد شوية كذا ومعها هتاخد ايه وايه وروح وصف له في التليفون والزميل يعتمد ان دا عنده ثقافة طبية وروح ياخد الدواء طبعا هذا خطب ان وصف المضادات الحيوية الدول المتقدمة وضعوا لها دلوقتي ان نقول محاذير كثيرة جدا قبل ما نوصف الدواء يعني مش اي واحد تعبان ما يقول له خلاص طبعا فيه امراض كتيرة المضادات الحيوية مش تغالش معاها يعني اللي عنده التهاب فيروسي اللي عنده التهاب فطري ما يشتغلش اذا هو عايز بس واحد عنده التهاب بكتيري فاللي عنده دا ودا عمال ياخد فيه مضادة الحيوية ومضادة الحيوية عمال يتعب فيه وجسمه يأثر على منعة الجسم يقول لك بالله خدت المضادة الحيوية ومجابش نتيجة فتسألوا السؤال المعتاد هل وصف لك هذا المضادة الحيوية طبيب متخصص ولا انت كده يعني صاحب تقوله صاحبك دا دكتور يقولك لا لا بسي بيفهم في الطب طبعا ما فيش كلام من دا بيفهم في الطب دا من الاخطاء الشائعة وهنا برضو نقول من المفاهيم المغلوطة في الطب ان اي واحد يكتب يعني يفتح لنفسه سنتر او مركز يقولك بعالج بالطب النبوي ما نسألش عن شهادته يعني ممكن يكون رجل يعني هو في مهنته كويس احنا بنقول ما نعيبش اي مهنة ولكن نعيب من يتطفل على مهن الاخرين بمعنى ايه هو راجل فلاح وبيدرك زراعة الخضروات والفواكه والحبوب والمحاصيل راجل كويس جدا لكن فجأة نجد مفهوم يروحه مع الله لك كده يفتح يقولك اعالج الانزلاق الغدروفي باستخدام العصة باستخدام ضغط اليد باستخدام اساليب التجبير الحديثة التجبير مش التجبير التجبير بالجبير اجاه من الحرف الجيم يعني التجبير الحديثة وبتاعته روح تلاقي راجل فلاح عادي ويقولك نام على الارض ويقعد يضغط ويعمل طبعا ده مش طر يعني راجل لم يدرس تشريح الجهاز العظم ده بس العظم اتعجز بشكله ايه ما يعرفش العضلات ما الشاسب ما يعرفش وظيفة العضلة ايه ما يعرفش الدورة الدموية وندي بقى بمفاهمنا يقولك لا لا بس الراجل بيعالج راح له ابن عمي وعالجه طبعا الكلام ده ما فيش زي ما بنقول سرعة وصف الادوية ما فيش سرعة الدواء النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والاثولين كان اذا مرض بحث وله عن الطبيب احزق الاطباء احسن واحد هو اللي يعالج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيش واحد كده يقولك ايه انا بفهم برضو في الطب وبعالج طبعا دي مفاهيم مغلوطة عند الناس وذلك بحذر اللي يجي يقولك بس ده يعني كأن الطب النبوي ده مش طب كأن اللي بيعالج به لازم يبقى امي لا احنا الطب النبوي اللي يعالج به لابد ان يكون ارقى طبيب يكون دارس وفاهم لسموه ورقي هذا الطب لأن الذي اخبر به هو الحبيب صلى الله عليه وسلم بنقول ان سرعة وصف المضادات الحيوية الاطفال بتقلل من مناعتهم ما نديش بقى ادوية مناعية اخودي يا ابني المضاد الحيوي ده مع اي مرة يجيه لا ممكن ناخد بنتضرك في الدواء ولازم طبيب الاطفال هو اللي يصف للطفل الدواء ويصفه بمدة معينة وجرعة معينة تتناسب مع وازنه كتير من المشاكل بتحصل فيه ان الطفل لما يعيه يمدله دواء كبار طب دواء كبار ده يتناسب مع واحد جسمه سبعين كيلو تمانين كيلو احنا بيديل طفل عنده اتناشر كيلو ما ينفعش اللي اتناشر كيلو ياخد نفس اللي بياخده تمانين كيلو الوزن والجرعة مش هي اموه دواء ممكن ما يصحش للاطفال يؤثر على نموه بنقول مفهوم خاطئ وده شائع جدا ان يقولك بيعتقد البعض ان الدواء ان العطور او البخور لا معطر ولا نبخر المريض اللي عامل جراحة يعني واحد عامل جراحة او واحد والده قيصاري او او واحد عامل عملية تنزلاء غضروفي او عملية غضروف رجبة فدخل عليه واحد حاطط طيب ما راشش على نفسه شوية عطور او قالوا طب احنا فيه بخور هنبخر ده لا بأسة من البخور يقولك لا 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 ده عامل عملية بلاش الريحة بلاش ليه ايه المفهوم ده هل ان الجرحة هيشم الريحة لا او يقولك ما حدش يعمل اكل فيه طوم ولا بصل لان ده لسه عامل عملية فالطوم والبصل ممكن يدخلوا جوا الريحة بتاعتهم تدخل جوا الجرح طبعا الكلام ده خطأ ما فيش علاقة ما بين الروائح وما بين الجروح بالمرة ان واحد يظن ان الا اذا الا اذا ايه لو كان فيه مريض عنده حساسية من العطور حسيت صدر بيكوح وكده فانا عشان ما يكوحش والجرح يفتح من الكتر الكوحة وزيادة الضغط اللي هيحدث هنا ببدأ اقول لا بلاش العطور لكن مجيش واحد كده من نفسي اقول له لا طرح ما عامل عملية محدش يدخل عليك وحطط عطر ومحدش يبخرك ان العطر والبخور خطأ ونجد كتير من الاخوات والاخوة يرددوا هذه الكلمات اصل جرحه تلوس ان فيه فلان دخل عليه ووحطط ايه معطر نفسه الجرحه تلوس لان بخروه والبخور ده غلط طبعا الكلام ده كله خطأ وجرحه تلوس لان الجرح وصله ملوس عن طريق اليد عن طريق الغيار عن طريق الادوات اللي استخدمت في الجراحة عن طريق الفوط ما كانتش معقمة اثناء الجراحة اسباب واضحة وصريحة غرفة العملات ما كانتش معقمة هو ده اللي يأثر لكن واحد يقول لا اللي تعر الجرح هو العطور اللي كان واحد راح يزور وحططها لا الكلام ده مش صحيح ومفهوم خاطئ بعض الناس يمكن اللي قلناها الحلقة السابقة بعض الناس يقولوا ايه يقولك القرحة المعدة معدية انا بقول دي لان برضو في بعض الناس يقولوا الصرع معدي الناس اللي بيجي لهم صرع اللي بنقول اختلال في كهربة المخ ممكن قعدي صاحبي او صديقي ويعودوا يبقى فيه نفور من الانسان اللي بيجي له صرع خايفين لحسن نتعدي منه الصرع يعدينا طبعا الصرع لا يعد يعني ده ابسط الاشياء انا بقول الكلام ده عشان مايجيش واحد عنده صرع يشعر باللوم ده انا بخاف بيجيدي صرع خاف قدام قصرتي لحسن نعدي حد بيجيدي الصرع وكان بعض الناس ايضا تظن ان الصرع لا يصيب الا الاطفال ده اعتقاد خاطئ الصرع يصيب الاطفال يصيب الكبار يصيب النساء يصيب الرجال يصيب الشيوخ ان الصرع عبارة عن خلل فيه كهربة المخ ده الصرع العضوي اللي بنقول ده فما جيش واحد يقول لا هو فيه واحد كبير بيجي له صرع اه يجي له صرع ما جيوش ليه واحد اتضرب على دماغه ضربة خبط واحد جات له رصاصة في حتة في الدماغ فأسرت عليه واحد جاله جلطة واحد كل هذا يؤثر ويجيب صرع اما يحصل الصرع ما جيش بيقول انا متعجب انا سني كبير ده انا عندي كامو وثلاثين سنة وعندي صرع طبعا نسأل الله الشفى الجميع المرضى ولكن الصرع ليس يعني نقول حكرا او اختص به الاطفال فقط اه ممكن نشوف الاطفال اكثر ولكن ممكن لو ما تعالجوش كمان الاطفال ممكن يظل معاهم لغاية ما يكبروا او يحصل الكبير نتيجة حادث نتيجة خبطة نتيجة اصابة نتيجة اسباب كثيرة جدا يبقى ده مفهوم لابد ان احنا نصححه يقول في مفهوم وده ممكن في العلاج الطبيعي وانا بركز على المفاهيم اللي تخص العلاج الطبيعي تحديدا ان في العلاج الطبيعي بعض الناس يقول ايه انا ما بعمل التمرينات على معدى فضية انا بحرق دهون اكتر ويقعد يدن نفسه فترة اكل يقولك انا احرق ست ساعات ما كلش وروح اعمل التمرين عشان احرق الدهون اللي موجودة فين تحت الجلد واللي موجودة في منطقة البط ما خدش من الاكل اللي انا لسه واكله كلام ده خطأ التمريد لو اتعمل نص ساعب كيفية معينة هو نفس القدر اللي هتفقدها لو انت واكل من ساعتين بس ما قلش تبقى واكل ان قلنا يمكن في الحلقة السابقة من المفاهيم المغلوطة ان انا بعد الاكل مباشرة اعمل تمرين ده غلط ولكن على الجانب الاخر ما صومش سبع تمن ساعات عشان اعمل التمرين لا انا اعمل واكل من ساعتين واعمل التمرين الامر جيد جدا لكن مفيش علاقة ما بين انقص الوزن اكتر لو انا كنت جعان لكن لو انا واكل من ساعتين يقولك لا ده انت كده تفقد سعرات حرارية اقل نقول لا السعرات الحرارية مرتبطة بنوعية التمرين ومدة التمرين نوعية التمرين ومدة التمرين يعني ايه نوعية التمرين يعني لما اعمل تمرين هوائي بسيط يعني انا قاعد اعمل اتنى وافرت في ايدي ورجلية خطوة تنظيم في المكان رافع ونزول ما تشيلش احمال ولا اوزان ولكن لفترة طويلة ده يسمى تمرين هوائي التمرين اللا هوائي ان انا ابدأ اجيب اوزان تقيلة زى الناس اللي بيعودوا يشيروا حديد بكميات بس بدل ما بارفع ونزل بدون وزن مئة مرة لدي اعملها خمس مرات بوزن تقيل جدا وخلاص ده تمرين بيسموه تمرين احمال او تمرين لا هوائي اما اجا اقول التمرين مين فيهم بمفقد سعرات حرية اكتر اقول حسب مدة التمرين حسب اللود او الحمل اللي انا بحطه على العضلة اثناء التمرين وحسب المجموعة العضلية اللي شغالة يعني بيعمل تمرين للرجلين تختلف الطاقة المفقودة عن اللي بيعمل في الادين عن اللي بيعمل في البطن او الضهر وده ممكن نفرد له باذن الله تعالى حلقة كاملة نتكلم عن السعرات الحرارية المفقودة نتيجة انواع خاصة من التمرينات وده صل بمجال العلاج الطبيعي اللي ممكن ننصح به كتير من نقول ربات البيوت والعاملين اللي بيشتغلوا في مكاتب او ننصح به بعض الرياضيين اللي بيرقد اعادة تأهيلهم بعد الاصابة ان فيه كتير من الرياضيين بعد الاصابة يروح للتدريب مباشرة بعد هو عمل عملية او بتعالج طبيا وما يعديش على العلاج الطبيعي نقول لا ده من الاخطاء الكبيرة جدا العلاج الطبيعي دوره هنا دور كبير ان يؤهل المريض وبيعده للأداء الوظيفي الجيد اثناء المباريات يعني الدكتور العلاج الطبيعي اللي بيشتغل في الاندية هو بيعرف نوعية التمرينات اللي هتناسب الرياضة دي يعني واحد بيلعب كرة سلة ده ليه تمرينات معينة عشان يبدأ عايز تمرينات استطالة ومرونة وتمرينات تحمل تختلف خالص عن اللي بيلعب لعبة تانية زي رمي القرص والجلة والرمي السهم دي ألعاب فردية محتاجة قوة في العضلة علشان هي اللي هتقوم بيها لكن التانية اللي بيلعب سلة ده محتاج قوة اوه محتاج قوة بس مش بنفس الدرجة محتاج سرعة محتاج قفز عالي محتاج مرونة كبيرة جدا محتاج قدرة على المناورة والمحاورة كل هذه بيعرفها دكتور العلاج الطبيعي قبل البرنامج قبل ما يدخل اللاعب بيلعب في الملعب بيرجي من المستشفى ياخد فترة تأهيل مناسبة علشان يرجع لوضعه الطبيعي بنقول برضو من الأشياء الخاطئة جدا ومفاهيم الخاطئة يقول لك لو ديت واحد مصاب بجرح مية انت كده قدت لوفاته يعني كتير من الحوادث نجد واحد بينزف والراجل بهوا بينزف بعض الناس يعني قصام حوادث الطرق بعض الناس اللي على الطريق يجي ويجيب له مية يشربها الناس يقول لك اوعى تسقي اللي في حدث لاحسن ده هيحصل له وفاة ده المية بتموت أو السوائل جبنا له كبات عصير وهو مخبوط وبينزف يقول لا ده مفهوم غلط ده بالعكس اللي بينزف مفروض نديره سوائل عشان تعوض الدم المفقود لغاية لما تصله سيارة الإسعاف وتنقل المستشفى ويعلقونه محليل علقونه دم عشان يعوضوا الدم المفقود يبقى من الأخطاء اللي موجودة عند الناس والعوام تحديدا انه يقعد يقول لك ايه ان المجروح بجرح نافذ أو في حادث اياك ان تعطيه مية نقول هذا الكلام خطأ 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 لا احنا ند مية ما نخافش ان المية مفيدة والسوائل بتعوض السوائل المفقود بعرضه فيه مفهوم مغلوط عندي كثير من الناس بيقول ايه ان لبس النضارة بيضعف البصر ودي نشوفها عند الاطفال يجي يقول لك ايه ولد نظره ضعيف فيروح لدكتور العيون دكتور العيون يعمله رسم يعني مقاس نضارة ويقول له لازم تعمل نضارة وتلبسها تلاقي الأب والأم هنلبس طفل نضارة ده النضارة بتضعف البصر نقول لا النضارة لا تضعف البصر ده النضارة بتحسن الرؤية اللي المخ الصورة اللي بيلتقتها المخ المخ يكون في حالة من الانسجام مع الصورة بدل ما يقعد عامل عينيه كده عشان يستوضح صورة لا النضارة مكينته رؤية الصورة بوضوح فما نظنش ان النضارة بتضعف البصر اوع تظن ان انت لبسك للنضارة هيلعب بصرك بل بالعكس بيحافظ على البصر الموجود وبيحسن الصورة والرؤية وبيوصل للمخ الصورة الصحية طيب وصلنا للأسئلة اللي قلناها قبل كده ودي وصفة ياريت اللي معاه يعني اللي مشاهد اللي عايز تفتيح البشرة او تنعيم البشرة او هل الشخصية بتتأثر بين الوزن يروح يجيب ورق او قلم بسرعة عشان يكتب الوصفات دي على ما يجيب الورق او القلم هنجاوب على السؤال التالت السؤال ده واصلني من كتير من الناس اللي عملوا عملية تدبيس معدى او حزام معدى او تغيير مصار في المعدى علشان يخسوا قالوا هل بتتغير الشخصية مع نقص الوزن كتير منهم لحظوا حاجة بيقولوا اما بدأنا نتعامل مع زملائنا في العمل او قريبنا بدأ يقولوا احنا حاسين ان بدأ فيه تغير في الشخصية هل الشخصية بتتغير اذا الواحد فقد تلاتين اربعين كيلو من وزن ونتيجة جراحة عملها الابحاث بتقول نعم الشخصية تتأثر بنقص الوزن ولكن بتقول بتتأثر ايجابيا يعني الانسان اللي كان بدين اوي وانطوائي وعنده عدم الثقة في النفس بدأ يبقى اكثر اجتماعيا بدأ يبقى اكثر تحدث مع الناس يقدر يعبر عن نفسه ويتكلم ما بقاش فيه الخجل انه يلقى الجمهور او يواجه المجتمع بقى فيه عنده احساس بالثقة الداخلي في نفسه اما بيتغير تغير انه حاسس انهما يروح يشتري ملابس بقى عمال يقول لصاحب محل الملابس لا انا عايز نمرأ اقل لا لا ده واسع جدا علي عكسا ما كان زمان يروح يلبس يدور في المقاسات اللي هو يقولوله عايز مقاس لا ده احنا هنا عايزين مقاسات خاصة لحضرتك لا اما بقى دلوقتي يروح المحل يقوله لا مقاس كاس طبعا ما فيش اقل نمرأ كلما يحس انه بينزل في المقاس بيحس براحة ويحس باطمئنان ويحس انه هو بفضل الله حقق شئ لذاته بنقول فعلا الشخصية بتتأثر ولكن مع نقص الوزن فيه تحس بنقول حالات قليلة جدا وذول اللي بيخسوا بسرعة شديدة بيحصل عندهم بعض حالات الاكتئاب ودي يمكن نقول التغلب عليها بعمل تمرينات يومية علشان نخرج من دائرة الاكتئاب وشرب بعض المشروبات التي تعين او تساعد على التخلص من الاكتئاب اشهرها التلبينة اللي هي دقي الشعير مع اللبن والعسل بفضل الله بتحسن او لوحد يبدأ ياخد الشمر او الينسون او الكراوية والنعناع كل دي مهدئات ويبعد عن المواد الحريفة والتدخين بنقول بقى طبعا تلاقيكم جبتوا الورقة والقلم بنقول وصفة لتفتيح البشرة بنجيب الزعتر الاخضر والزعتر ده من فتح الشهية ولكن هنا هنستخدمه كمبيض او بيفتح البشرة بنجيب الزعتر معلقة كبيرة من الزعتر المطحون ونطحنه جيد يعني ده نطحنه ياريت نعديه على المنخل عشان عايزينه بضرة بضرة عايزينه زيت دقيقة بنحط معاه ملعقة زيت زيتون كبيرة ونبدأ نقلبه لغاية ما يكون يحصل منه زي الكريم وندهنه على الاماكن اللي احنا عايزين نفتحها وتترك لمدة 30 دقيقة يبقى زعتر وزيت زيتون يترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ مع الماء الورد بفضل الله بيتخلص من هذا اللون لو استمرنا عليها على الأقل لمدة 3 أسابيع يعني أقل من شهر بفضل الله بيكون اللون فتح درجة أو درجتين بيبقى فيه شيء طيب بعض الأخوة الأخوات بيعانوا من خشونة في البشرة عشان ننعم البشرة دي بنعمل في طريقتين طريقة الأولى بنجيب إشر البرتقان الجاف ونقول إحنا يا ريت الوصفات اللي فيها قشور قشور الفواكه ما نرميش قشور الرمان ما نرميش قشور البرتقان ما نرميش قشور التفاح نجفف الحاجات دي ويمكن أنا عامل حلقة عن فوائد قشور الفواكه دي موجودة يا ريت موجودة على الموقع الرسمي للدكتور أمير صالح هنشوف فايدة كل قشرة فاكها إيه ونقدر نستخدمها في حياتنا اليومية إزاي بنقول هنا بنجيب عدد معلقتين عسل نحل ومعلقتين إشر إشر برطقان جاف مطحون يعني بعد ما نجفف إشرة البرتقان طعم بنغسل الإشرة كويس جدا ونجففها بعد ما نجفف نضربها في القلاط نضحنها في المطحنة أو المطحنة ونضيف عليها معلقتين العسل النحل مع معلقتين إشر البرتقال الجاف وده يستخدم ككريم يترك على الجلد لمدة نص ساعة يتغسل بالماء الدافئ مع الماء الورد بفضل الله تعالى لو دومنا على الموضوع ده اللي ده مدة عشر إلى أربعتاشر يوم يوميا هنجد أن الجلد بدأ يبقى ملمسه ناعم جدا فيه طريقة تانية اللي ممكن نستخدمها وهي طريقة استخدام عصير البرتقان مع الدقيق بنجيب نص كباية دقيق اللي هو دقيق الناعم عليها عصير برتقالة نجيب برتقالة نعصرها وثلاث معالق زبادي ونعمله كريم أيضا ده لو ترك على الجلد لمدة نص ساعة ينعم البشرة جدا يبقى الزبادي وعصير البرتقانة والدقيق نعمله كريم يترك نص ساعة بعدين نغسله بالماء الفاتر مع ماء الورد يعني أرى أن عقارب الساعة جرت بينا والوقت بيبهمنا ولكن أنا بفكركم ياريت الوصفات اللي احنا بنقولها هنجد أغلب هذه الوصفات موجودة على الكتاب 333 سؤال وجواب في طب الأعشاب وكتاب موجود في كل مكان وكتاب سعر خيص يعني مش بنبالغ في سعر ولا حاجة نقول المفاهيم المغلوطة في الطب بلابد أن تصحح أكثر هذه المفاهيم قلناها النهاردة ياريت هنعدها بسرعة بنقول إياكم وكسر أقراص الدواء إلا إذا كان مسموح بها للطبيب أو الصيدالي يقولك يمكن تجزئته أو فتح الكابسولة إن دي مفاهيم خطأ خزينة الدواء ما تبقاش في الحمام ولا المطبخ لازم تكون في مكان جيد التهوية بعيد عن أطفال بعيد عن الضوء لو كانت أدوية أو درجة الحرارة تكون منقفضة يبقى في التلاجة نقول سرعة وصف المضادات الحيوية من الأخطاء لأنها بتأثر على مناعة الجسم بنقول العطور والبخور لا تؤثر على الجروح ولا تصيب الجروح بالتلوث فما فيش مشكلة لا علاقة بين العطر وبين البخور ثم الجرح أو نقول الولادات القيصرية بنقول أيضاً الصرع لا ينتقل بالعدوى وبيصيب الكبار والصغار على السواء أو ممكن يسيب الصغار أكتر ولكن ما بيتنقلش يعني واحد يقعد زميله في العمل عنده صرع ما يخافش مش معضي التمرنات على معدى فاضية ما بتخليش الواحد يفقد وزنه أكتر من ما يعمله بعد ساعتين من الأكل لا بالعكس الاتنين زي بعض اللي يتحكم في الفقد الوزن هو زمن التمرين ونوع التمرين بنقول من الأخطاء إن احنا نمنع المية أو السوائل عن المصاب بجرح نافذ ونعتقد إن ده بيؤدي الوفاة الكلام ده مش حقيقي وإن لبس النظارة ما بيضعفش النظر زي ما الناس بتردد لا بالعكس لبس النظارة مفيد جداً لكثير من الناس وده بيصلح الرؤية وبيخلي المخ يستوعب المنظر الحقيقي اللي قدامنا مش منظر مع جهد جهيد يعني في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما جهلنا وأن يزدنا علمه اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسد الدين عن المدينين اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلة واجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين أمناً وسخاءً ورخاءً يا رب العالمين وفي الختام أستودعكم الله الذي لا طلع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته